انتخابات مجالس المحافظات الوجه الآخر للصراع وللمحاصصة السياسية في العراق الجديد فموعد هذه الانتخابات ما زال غير مؤكد إذ أن كل المعطيات على الساحة السياسية تقول إنه الانتخابات نهاية العام الجاري كما تقرر في وقت سابق وسط حديث عن ترحيل موعدها إلى العام المقبل بسبب خلافات واسعة بين الشركاء السياسيين على فقرات مشروع القانون الجديد بحسب مسؤولين حكوميين مصادر صحفية تؤكد أن الخلافات على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات شملت طريقة احتساب أصوات الناخبين وعمر المرشح وعدد أعضاء المجلس وطريقة التصويت خلافات قيل إنها نشبت بسبب تقاطع المصالح لكل كتلة سياسية في البرلمان لسيما الكتل السياسية الشيعية التي بدى الخلاف فيما بينها أكثر حدة لأسباب تتعلق بتراجع ثقلها السياسي في مدن وسط وجنوبي العراق ومخاوف هذه الكتل من فقدان مواقعها في الانتخابات المقبلة وبجانب حدة الخلافات السياسية يؤكد مسؤولون حكوميون أن التحضيرات لانتخابات مجالس المحافظات ضعيفة بل إن إقبال المواطنين على تحديث بياناتهم كان هو الأضعف من بين كل الدورات السابقة تأخير تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات يرجعه مراقبون إلى وجود صراع واضح داخل البرلمان بين فريقين الأول يريد الإبقاء على نظام التمثيل النسبي المعمول به منذ أول انتخابات أجريت عام 2005 أما الفريق الآخر فيسعى لتطبيق نظام الأغلبية السياسية بتقسيم العراق إلى دوائر انتخابية صغيرة يفوز فيها من يحصل على أعلى الأصوات ومع انتهاء عمر مجالس المحافظات الحالية دستوريا تتحول إلى مجالس تصريف أعمال إلى حين إجراء انتخابات جديدة ترجمة نانسي قنقر